باين ميونخ العملاق البافاري تجربة تستحق انها تكون تجربة ايضا على مستوى الاندية مثال ومثل اعلى واحد من الاندية والمؤسسات اللي دايما عندها الرياضة عندها البداية والناس المانيا الحقيقة دايما من البلاد اللي دايما هي البيونير يعني دايما هي اللي بتبتدي كده الحكاية وهي اللي بتنور لك الطريق وبعدين الناس بتمشي وراها اذا كان اوروبا بتمشي وراها المانيا في حاجات كتيرة فما بالك احنا واحنا اكيد بنتفرج على فرقة زي باين ميونخ او منتخب زي المانيا بص الخطط عندهم عاملة ازاي بص الطريقة بص اللي هي الخطط اللي بتتبني على 20 سنة محدش بيزهى ويقولك يا عمان عايز دلوقتي حالا لا اما في حاجات بتبقى عايز تاخد وقت بلجيكا اخدت تجربة من المانيا وعملت فرقة مرعبة جدا اللي هي الفرقة اللي بتلعب دلوقتي المانيا عملت خطة انها عايز تكسب كاس العالم بعد 10 سنين يعني بص الفكر ودول المانيا اللي هم اخدوا كاس العالم قبل كده يعني عادي بالنسبة لهم وضوع ما هواش مستحيل لكن فكرة انك تبني خطة تسيطر بيها على القرى او على العالم في الكورة دي مش حاجة سهلة خالص ومحتاجة مقدمات كتيرة جدا ومحتاجة افكار كتيرة جدا ومحتاجة يعني معطيات كتيرة جدا عشان تطلع لك نتيجة جيدة باير ميونيخ واحد من الاندية اللي بتعمل دا اللي بتعمل دايما الخطط بتستعين بنجومهم مش اي نجوم بيستعينوا بالنجوم اللي عقلهم منور اللي عقلهم في حاجة يقدروا كنادي يستفيدوا بيهم تعالوا الاول نشوف تقرير عن خطة باير ميونيخ للسيطرة على اوروبا كراويا ازاي بتدت وازاي نجحت تعالوا نشوف التقرير دا ونرجع عن كم الكلام دا تقرير وافي وكافي الحقيقة لكل التفاصيل الخاصة بباير ميونيخ ازاي ادروا يرجعوا مرة تانية انهم يبقوا الفريق رقم واحد في اوروبا وبالتالي في العالم مش موضوع مش صدفة وعمره ما بيمشي صدفة باير ميونيخ الحقيقة لخطط حتى في تعيين المدربين وتعيين سبورتس ديركتور وتعيين والصفقات والحاجات دي كلها ليها ابعاد تانية اقتصادية ولها ابعاد كتسويق واسم النادي والحاجات دي كلها لكن كراويا هما بالنسبة لهم انا باير ميونيخ انا اللي سيطرت فترة من فترات على اوروبا ما ينفعش ان انا ابقى بعيد عن التتويج خسرت اكتر من لقب في النهائي ودائما خسارة النهائي بتبقى بتوجع اكتر من خسارة بدري لانك وصلت لقمة الطموح واخر حاجة اخر فضلك على الحلوة خطوة فلما بتخسر النهائي هما خسروا تلات نهائيات في الفترة الاخيرة في السنين الاخيرة كانت اكيد علامة انه تعالوا بقى نعمل خطة كده طويلة علشان نسيطر على اوروبا هل باير ميونيخ يكمل سيطرته على اوروبا وارد جدا وارد ان هما يكونوا ابطال دوري ابطال اوروبا تاني وتالت وارد جدا ما فيش مشكلة في ده وخاصة انه لما بيقع عندك انت الامكانيات وحظك حلو المنافسين مش في حالتهم وارد انك تنجح اكتر واكتر واكتر فخلينا نستنى ونشوف باير ميونيخ لكن المهم في حاجة زي دي انك تتعلم انك انت كنادي تتعلم اه يعني ما تقرنش نفسك بالناس دي عشان ما تبقاش بتقرن نفسك بحتة تانية خالص لكن في الاخر تاخد منهم المفيد هل الناس دي بتشتغل كده وخلاص هل الناس دي بتعتمد على تاريخها هل الناس دي بتعتمد ان عندها جماهرية كبيرة وشعبية كبيرة وخلاص على كده الناس دي بتلعب على كل المستويات مش بس كرويا لكن اقتصاديا وتسويقيا والامور كلها بنفس الحسابات انا ناجح يبقى افضل ناجح وافضل مسيطر وافضل رقم واحد في مجالي فباير ميونيخ واحد من الاندية اللي حقيقة المحترمة جدا على كل المستويات واللي دايما تستحق انها تكون انك حتى في عز يعني ابتعادهم عن مستواهم ما بيكونوش فرقة تدحك بتاعت الدحك دي بقى فيه اندية كتير قوي مش عايزة سمي يعني لكن في اندية بتدحك في اوروبا حتى في اندية يعني لما بتقع بتبقى بعيدة قوي وبتبقى غريبة وعشوائية هم الالمان تحديدا مواصفاتهم كده البني قدمين هناك عاملين كده فما بالك لما تبقى مسؤول ومسؤول عن نادي كبير بحجم باير ميونيخ اكيد بتفكر بشكل مختلف فبرضو ده من الامور المهمة اللي احنا كمصريين لازم نتعلم منها الاندية عندنا في مصر لازم نتعلم منها مستوى الاحترافية عندنا لسه محتاج شوية التعديلات وانا ده بقول دايما انه مشكلتنا الكراوية الكبرى او يعني اكبر مشاكلنا الكراوية هو الفكر محتاجين نغير فكرنا ومحتاجين نستعين ببعض من الشباب الموهوبين في كل المجالات اللي يقدروا يفيدوا كرة مصرية في حاجات كتيرة جدا جدا مش مجرد اعتماد على انه ده النجم الفناني اللي عمل مش عارف ايه معنادي ايه مع المنتخب وبتاع يبقى ده يمسك الحال الملف ده مش شرط على فكرة ممكن يكون اداريا فاشل جدا لكن هو كل القصة انه اعتمد على اسمه وتاريخه وشوفنا اساطير عالمية بعد الاعتزال بيكونوا يعني بعيد تماما عن ان هم يقدروا يبقوا مسؤولين عن حاجة هو فيه اعظم من مارادونة هل مارادونة في حد لمس الكرة في التاريخ احسن منه ما اعتقدش لكنه بعد الاعتزال مقدرش يكون لمسؤول ناجح ولا مدرب ناجح ولا اي حاجة ومش بس هو فيه كتير جدا محليا وعالميا ده يبقى نجم في الملعب لكن برا الملعب مفيش حاجة مفيش امكانيات مش شرط خالص انك تعتمد على نجمية حد او على اسم حد او على تاريخ حد فتوصل للنتيجة كويسة فيه شباب مش معروفين ومش محدش يسمع عنهم يعني لكن يقدروا يفيدوك جدا 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 على مستوى الاندية على مستوى المنتخبات على مستوى اتحاد الكورى على مستوى كل المنظومة بشكل عام على مستوى حتى التحليل ومستوى امور كتيرة جدا الشباب عندنا في مصر اللي متعلمين والمخهم متنور واللي متطلعين على اوروبا بيحصل فيها ايه تقدر تستفيد بيهم جدا لو حطتهم مكانهم كل قصة انك تفسح لهم كده السكة من اي عواقب وتحطهم في مكانهم هيطلعوا لك نتائج كويسة جدا 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 فاتمنى انو نستفيد بكل التجارب النجحة اللي موجودة في العالم علشان كمان احنا نرتقي بكل المستويات عندنا مش بس في الكورة في كل المجالات لكن تحديدا في الكورة محتاجين نغير الفكر في السنين اللي جاية علشان نواكب كل المنتخبات الكبيرة وكل اي منظومة نجحة في العالم ان احنا نروح لها لان احنا تاريخ كبير جدا جدا كمصر تاريخ كبير جدا كأندية لكن في الاخر الحاضر في مشاكل واصبحت المشاكل سخيفة كمان فخلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم كلامنا عندنا كلام تاني كتير نقوله بعد الفاصل